التخبط والفشل يلاحقان حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بن يمين نتنياهو انتصارات زائفة يحاول نتنياهو إقناع الإسرائيليين بها لكنه بات غير مقنع لأي من الدوائر السياسية أو الشعبية في الداخل الإسرائيلي ولعل تصريحات قيادي البارز في جيش الاحتلال رئيس نظام التدريب والتحقيق في الذراع البرية العميد جي حازوت الذي وصف دولة الاحتلال بأنها أصبحت أضحوكة الشرق الأوسط وأن وكالة المخابرات العسكرية أفلست أبرز دليل على ذلك لسيما مع استمرار فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المزعومة للعدوان الوحشي على قطع غزة رغم مرور نحو عشرة أشهر على بدء العدوان حازوت الذي ترك الخدمة العسكرية في الوقت الحالي وصف إدارة الحرب بأنها الفشل الأخطر وقال إن إسرائيل أصبحت دمية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي مضيفا أن نصف نشطاء حماس على الأقل لا يزالون على قيد الحياة ولا يزال عشرات الإسرائيليين في الأسر ولا يزال مئات قادة على كل المستويات يعملون ويعيدون تأهيل حماس كما انتقدت تحقيقات جارية حول الحرب داخل جيش الاحتلال انقسامات عديدة في الداخل الإسرائيلي وسلسلة من الاستقالات في الحكومة والجيش وجنود مرتعشة رأت الأهوال في الحرب على غزة فتتمرد على الأوامر وترفض العودة إلى جبهة القتال مرة أخرى كلها وقائع تثبت لقاسي والداني كم هو هش هذا الاحتلال وأنه مهما طال الزمن فإنه إلى زوال